اشتركوا في القناة دايماً دايماً الإطلالات عليها دايماً بيصير فيه يعني ضجة كتير كبيرة بداية بس بدي أوجه تحية لكل المتابعين وقال لهم تانكيو لأنه دايماً هيك بيبعطوا لنا صور وبيقول لنا تنحكي عن فنانينهم خلينا نبلش رح بلش مع كارين وازن يلي كان عنده عدة إطلالاتنا نحن حكينا عن بعضهم ولكن تعرفي في عدة قيام هيدا الفستان كان أحلى كألور لجسمالية طوالة لأنه فكرة واحدة من فوق لتحت الوان شولدر مع الكم مع لون الدهبة مع لون بشرتها حتى الشوز مايك كتير حلو يعني إطلالة فينا نقول من أجمل الإطلالات فينا ما نحب لقماشي كتير لأنه في ناس كل شيء يليكرا وكل شيء بلمع ما بيحبوه إنما أنا إذا بدي أحكي عن الستايل وعن القصة وعن جسمها نحن نشوفها بالصورة الثانية ونشوف أدي الصندال طالة حلو مع شعرة مع تنقية الجوليري يعني كارين كتير منيمل يعني ما بتروح على العجقة وهذا شيء يحسب لصلاحة لأنه وقت يكون واحد عنده جسم حلو وشكل حلو ما ضروري يعجي كتير وقرب حلو كارين كارين أنا ما بعرفها شخصيا بس أنا أم براود أنه عنا هيك بنت هي سفيرة إذا بدك وسفيرة للجمال وكمان بعرف أنها هي سفيرة للنواية الحسنة وبتعمل كتير البونكسون الجمسوت اللي بسته كتير وانوفي كايند وكتير out of the box بس بدون ما يكون ويرد حلو كتير وهون مع شعره مع اللون الأبيض مش تكسيد ما أبدأ أقول تكسيد وجمسوت ولكن هالحركة المعمولة على الخصر مع الزرار كتير حلوة مع لون شعره مع الهاف بوني تيل بما أنه الصدر كان سترابلس يعني الجزء العلوي ماي هون الشعر كان أكتر فيه فوليوم ويعتبار لك شو حلو الجمسوت وما أنه common شيء شوي غريب ما منشوفه كتير بس كمان ما بنائز ما بنائز وعطيه شكل حلو وخسره وإتس ريلي نيس يا ريد كانت الحركة الخسر يعني هيدا الشيء لنازل يكون شوي أطوال نكزة أطوال وهون عم شوفها هي وقعدة أدى عن جد كارن من الناس الكتير classية بدون ما تعمل مجهود هيدا الشيء سيئنة عندنا سيئنة خلينا نتقل كمان من الأشخاص اللي أنا كتير بحب اطلالتون مهيرة عبدالعزيز ليش؟ لأنه ماهيرة بتعمل أفرد ما بتقطع مهرجين بدون ما تكون عن جد حبينا أو ما حبينا بس بتكون عاملة أفرد ومرتبة وهي الأطلال أنا حبيت اللون يمكن الشكل اللي فيه اللي كتير رح لك شو اللي زعجنا تحديدا زعجنا شوي السنتور مع الكولر من فوق يعني حسيتهم مثل بعض حسيت أنه ياريت يا هيدا يا هيدا يا هيدا وكمان فيه شغلة تانية رح أقرب الصورة لنشوف الكتاف ونشوف الحشو المعمولة على الكتاف ياريت بلاها وبعض الصور مبينة كتير أوكي هنشوف صورة تانية حركة الإيدان كتير حلوة هيدا بدأي لك كتير حلوة من هو يعني أول صورة مش مبين هيدا الشي حلو مبين أكتر والشك بالطول أكيد دايما منقول بيعطي جمال وبيعطي طلي شعر والميك أب كمان ماي ما فينا ننكر أنه دايما ماهيرة بتروح على شعر وميك أب بيلبقوا لها وما بتكتر يعني بيلبقوا للوق كمان صح مع هيك طلالي مش مفروض أكتر من هيك شفت عم بحكي شعر الميك أب حتى جوليري علقاد حتى حمرتها منا قوية لأنه اللون بقى نفسها جاء قوي صح البربل قوي بقى وحبت كمان الميك أب طبع العينان كتير وهون ذكرتني شوي بنجمات بوليوود هيك تحسيها مثل نجمات بوليوود هيا الإطلالي واو ليش لأنه أنا بالنسبة لألي ماي كتير هيا أني كتل بسيشك كتير هيا تروح عن الديزاينر بس كتير صعب الكاجوال شيك صعب خاصة بمهرجين بقيئ شفنا كتير تخبصات بهايدي إطلالي واو 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 بكل مالي الكلمة من المعنى أول شي اللون البلت التكسير ودراس دارج الشعر شوفوا العقد الكلاتش كتير كتير بحسة لماهيرة مش بس فاشينيستا بحسة ترانستاد يعني كل سيدة فيها تشوفها الإطلالة وتعمل شي بيشبه إنجليزة كتير صح وعد درج حتى تنقية السكاربين كتير حلوة كيف رفعت شعرها يعني فيه زكة فيه زكة بالتنقية لكن هون الشوز شو حلو مبين واضح رح قرب شوي تنفرج الشوز أدي أليجنت وإدي حلو عليها على هي معالي شوي مشن هيك في شي غريب بالإجر لعنا position برافولا مع هيرو عن جد أنا ما رح أحكي حكي أنت أدي أدي حلو أدي حلو الفستان عليها كتير حلو وأدي حسنا هون هون لحظتك أننا عم نحكي قبل أنه أو فوق بده يكون الشغل أو على الخصر من هيك هيدا أحلى أنه فوق بس الشغل بس الشعر والميك أب شو أنه مزوئة ميك أب حتى كتافاتها طالعين حلوين يعني بدنا ننتبه وتنسكر من فوق ما بده يكون في عنا عرض بالكتاف لأنه الأب العالي بتبرز دغري يعني بدون ما نحنا نفكر دغري بروح الاتنشن شوف بآخر صورة رح فرجيك إياها وتقوة حمرتها شوي كمان قدي حلو يعني قوة الليبستيك الحمار طبع الروج ألافر طبعه طبع الحمر أعطى بعد أجمل كمان كيف أنه ربطت شعره مع اللوك حلو رح أرجع لكم للحلق شوفوا قدي حلوين ده الحلق مع الشكل على الأب مور دان بورفكت وستيتمت بدون ما يكون مشانشل لأنه ملق يعني صح اكزاك كتير اكزاك اه عم بتعذب بنقل الصور في كتير ناس قالوا لي أنا أنا لصراحة ما بعرف الممثلة بسان شوئي ولكن لفتني حضورة على الراد كاربت وذكرتني بالبنات اللي بيظهروا بأفلام جيمس بوند كتير جيمس بوند جير بلا أي مجهود فستان حلو لأنه وتكون لنا خياطة حلوة ماشا حلوة ما في لزوم لها أكتر صح كيف إذا التنسيق حلو يعني العقد مع وقفتها مع شكل جسمها برافو عن جد أنا عايب أنه يمكن ما أعرفه بس أنا ما في لعرف كل الناس ولكن أوقات في شغلي قلت قبل وكان من خمسة سنين إلى اليوم بقول الموضة بتسرع أنه الأشخاص تعرفيك أكتر ويروحوا صواريك فيرل وواضح أنه بسانت عم تعمل مجهود هي وزوجها على الراد كاربت كتير مرتبين يمكن أفضل قبل عم بيقطع دايما على الراد كاربت تشوفيها الفستان أديه سامل أديه حلو أديه حركة الكتف حلوة ونفس الوقت فيه رافلز ولكن مش مزعجين وستيتمنت الفستان بحض زيته حبيت كتير اختيار الشوز مع شعره مع الحلق مع الميك أب مع الهايلايتر اللي على الأد يعني تعرفي أنه اليوم اللي اللي وقتين عمل بالويش ميك أب مثل جاي لو كتير هايين بس كتير صعب تنفيذه لأنه فيه الإنسان يطلع مزيت هون كتير حلو لكي شعره شو حلو مع الحلقة رحقرب شوي على الحلقة تشوفه أدي الحلقة متناسب وبما أنه كتفاتها حلوين هالبوتنك المعمولة بشكل مع رافلز من فوق أنا بالنسبة لأقلي من القطل اللي تحلو بعدها في شغلة مش كل يوم عارت كاربرد بدنا نلبس شك مش كل يوم بدنا نشنشل مش كل يوم بدنا مش استعرق أنه كل يوم أم عريس أم عروس شبيني بتحسش بيني يعني نحنا منشوفهم منتعب كيف هن يعني اللي بيكونوا أنا هالإطلالة كمان بعتبرها من أفضل الإطلالات بطير حلو برافو لبسانت خلينا نشوف صورة تانية وأنا مش عمي تتحرك لكي شو حلو للجامسوت لكي شو حلو وشو ما معقول شو يعني على الأد على الأد على الأد أليجنت وهون لبسة أسود عطيت أتنشن للنكلس كتير حلو الكمام وقفت بعدين الأميروت مع الأسود الأتتتود تبعيتها شو سيمبل وستيتمنت أتتود لكي هي وجوزة يعني أنا ما كتير ما كتير بتناول لوكاتش بس هن مع بعض أدي حلوين أدي حتى بدلته حلوة يعني التنسيق بعدين هالجامسوت الغريب يعني الوايد لاج من تحت جرين الواسعين هون مثلا الحشوة بالكتاف ما زعجتنا لأنه منا ببينة ولا يبقى على كتافة مع البوني تايل مع الميك أب برافو 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 لابسانت لازم نكتر هالنوع من الأطلال لا لا عن جد يعني ولا كلمة بتنقل على ولا شي من فوق لتحد بالفعل هنا في الناس ما يحبون تبهي ولكن نحن أكيد زوء نحن نقول عن جد كيف التنسيق بيوصل الإنسان أطلالتها كلهم لأنه هي مبينة أكبر من عمرها أو مبينة عم بتخبص هلأ تخبيص خافي في كتير مذكر لا 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 هلأ شفت شفت بس أنا مبسوطة أنا كلا هلأ بس شفت أول النهار وتنهار لي بيحضر أول حلقة نحن اليوم جزء الثالث يعني رح أطلب من المشاهدين يرجع يحضروا أول وتنه حلقة اليوم الحلقة الثالثة هذي كمان صورة من غير أنجل عم نشوفها بس تفرجيك لأنه الفلو طبع الفستان منتحت شح حالة it's really nice وكتير حلو خلينا ننتقل كمان لأطلالة حلوة أنيكة لصبا مبارك صبا كمان من الممثلات اللي حضورن على الريد كاربت بيكون ملفت كمان هالأطلالة تشبه أطلالات جيمس بونجورد اللي هي بتاخد السلوات طبع الجسم والكيرفز واللي بدي يلبس هك فستان بد يكون عنده كيرفز شوي ما حلو تكون وحدة يعني مش دايما الضعف فرد صبا بيكون حلو حلوة يا فرد صبا نايس أنا من ضعيف يا سو هيك باختار كلمات شوي مميز مميز اطلالتها مع الشعر مع الميكاب الراترو مع هيدا النوع من الفصاتين حلو بعدين الشك كيف معمول هنصف لجسمها وخلينا نشوف لك شو حلو الليور تبعه very nice علما أنه هيدا القصة شوي عرضت لك تفاوة ولكن كلها عبعدها مع جمالة مع حضورة حلو وهيدا الفصتان صعب يطلع حلو على صح من ما كان كتير صعب يعني الكوب من فوق ومن تحت بقدر أليك أنه بالحقيقة بالفيديو طالع أجمل لعبية الماء ولكن ما قدرنا نلاقي هاي ريزولوشن شناك ما حطيناه وكان بيسوى كمان تقوي شوي حمرتها أكتر شوي الحالة كمان حلو حبات اللون شعرة من تحت كيف مدوى تسوي لنا هلا خلينا نشوف إطلالة تاني هوني عم نشوفها بغير إيام لابسة هال البانت سوت البلايزر مع البنطالون حلو ما نعاطل ولكن ياريت البنطالون مش كتير دايق لأنه خفف من قيمة التاكسيدو هاي من ركب ونزول هيك صح مجاعد ومجمع بلس أنه فتحت البلايزر من تحت هوني هليني فرجيكم منة كتير حلوة أنه يبين اللحم تحت يعني بها البنسوت ما كان حلو أنه يبين الجلت تحت البلايزر ولكن إطلالة نعمة وخارج عمر على صباح بس أنا البنطالون أبداً ما حبته كان بيسوى يكون غير هيك شعر كمان كان فيه يكون أجمل من هيك وحتى خليني أرجع لقصة الصندال ما كتير عجبني هلأ خليني أشوف هوني صباح مبارك من عندها راحت لشي كتير إكسترافاجنت أوكي يعني حبت أنها تكون كتير كتير إذا بدك ما في لوكات من أولى إكسترافاجنت يعني بيكون كتير فيها شغل واستعرضية وشوي رحل لك شو اللي حبيته بهالطلالة وشو اللي ما حبيته خليني بلش بالشعر وبالميك أف وبالجولري أميرة طلعا كتير حلوين أميرة خليني أحكي عن الجزء العلوي من فوق يعني هلأت عقد معا بقرب الصورة خلو من هون كتير حلو ولكن هالشغل العربائش اللي معمولة سوري رح أرجع لصورة صبامبرك العربائش اللي معمولة على كل الفرانت كتير قوية وكتير حجمة كبير ما بيسو يا رات كانت أعلى خلينا نشوف الفيديو بالفيديو رح نشوف أوضح لكن it's too much صح يعني يا رات كان أقل كان الفستان بيطلع أجمل لأنه حلو يعني متل ما قالت من هون حلو خياطته حلو القصة كتير حلو خياطته حلو ولي بلي سولاي كتير درج طب نعرف كلنا اللي بلي سولاي كتير درج بعدين حبيت كيف ضبت شعرها متل هيك سبانيش ستايل سبارين أنا حبيت بس معك حق إنه it's too much يعني حلو الفكرة هيدا الشي هون بس لو كان منيمايزد أكتر صح يعني تلد من معك حلو كان بدو يكون أقل من هيك خلينا نشوف هلو الممثلة سوميا الخشاب أنا كتير بحبها رغم أنه كتير بيمتقدوها ولكن بحس عندها هيك positive vibes هلو هيدا الفستان من تصميم يوسف الجسمي كتير 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 مي كتير استهلك ما دل حدا ما لبسو على الكرة الأرضية بكل ألوانه أنا بكرة بكرة الفستان نجيبه رحول أنه هذا الفستان ما بيلبق لهذا النوع من الجسم صحيح أنه سوميا عندها الكورفز عندها كل شي ولكن جسمها أبدا ما لازم تقرب على هالنوع من الفستان لأنه بيبين للدفويات والشوائب بعدين الفستان صار قديم بعدين خلينا نشوف السوتيان كيف مبينة تحت الفستان أبدا أبدا ما لازم تنتبهي لها الموضوع حتى بالفيديو مبينه ولكن هنا بالصورة البروتاليت طبع السوتيان منه حلو وبعدين كتير أول فستان It's too much يعني هيدا حلو لكليب لكي يعني ترية وماشي هيدا الفيديو شفته كنت عم ترقص يعني عن جد هي هيدا متى بتخلينا نطنش على الأغلاط العملت أبدا منه ليبق لشكل جسمها وبتحسي عن جد ترية عم تمشي وعم ترقص يعني بتحطيها بمطرح معتم فيها تكون لحالة decoration بس مهضومة حبوبة أكيد وليكي واختيار شعرها حلو أنه رفعت شعرها تشوي تخفف من قوية لترية لأنه الكهرباء ما عطعت الكهرباء باللبنان إذا بتجي بتجي الكهرباء ما في ماشي هالإطلالة أكيد أحسن ماء أكيد لحظت جسمها دائت على أحلى هون يعني هي ظلمت خالة دخمة هيداك ظلمت خالة أنا لعم فرج هالإطلالة هلأ فيك تحب اللون فيك ما تحب اللون هون يصار كل إنسان زوقه ولكن هالشكل جسمها طال حلو به هالفستان أكيد كتير طال كتير أحلى والمونوكروم اللون الواحد مع سكربينة حبت أنه ما فصلت وراحت على غير لون لأ حلو الأطلالة حركة الصدر حلوة شعرها ميك أبا وني كترية هون كنار أه أوكي أنا بكره الأصفر أنت ما بتحب الأصفر شفت كيف هون بيلعبدوا بس أكيد لك أكيد كتير أحلى أنا عليك أنا معدي مش لمع ولا لون عن جرد ماي لأنه اليوم بالموضة بنا نشوف كل الألوان ومعدي مش لمع النيون هذا الأصفر النيون كتير قوي بس تنسي وشكل جسمها طبعا طبعا طال حلو وهون في صورة أقرب للفستان هيك بتخلينا نشوف أنه عن جرد It's different وحتى الشكل اللي موجود مش الشكل لمع الموجودة به هلق ماشي مانا عاطلة هون رحنا على الجلد الجلد ماي كتير خطير بالصور ليه لأنه فيه كونه كتير تقيل وكتير دفعين حقه ولكن على التصوير بيلمع لمع وبيعطينا إفيه كيس زبالة للأصف يعني بتحسي أنه كيس زبالة معمول كوتور ولكن هي ما بتكون قاصدة هي بيكون فستان كتير مرتب وخياطته حلوة بس على التصوير للأصف هيدا خارج فوتو شور ما خارج تظهر فيه على ريت كاربت بالدولايتين علما أنه جسمه طالع حلو بعدين عبيل بقلة الطول اللي تحت الركبة عكس غير الناس لأنه إجرية وصحبتهم حلوين وحبت كتير أنا بهالوك رح قرب على السكاربينة السكاربينة لفتتنا حلوة حلوة كتير مع الفستان بعرف أنه أنت ماي أنا بعيدة ممكن ما كتير عم تقدر تقشعي حلوة عم بحرق سك أنا أنا بعرف أدي عندك حب للشوز الحلق كمان كتير حلو بس منرجع منقول نوعية اللقماش ما زابطة في ناس علقوا على هاي الأصوار هيدا ما أنا أصوار هيدا تتفوت تلعب اللي زحليتين لا تتفوت على المهرجان تتفوت تلعب على المهرجان أو لولدنا بحطول هيدا أسوأ إطلالة لا هلو ليش؟ لأنه عن جد إطلالة قديمة بعدين فكرة السنتور مع القماش هاللون الفض القديم هالقماش كيف معمولة بخياطة قديمة بتحس من هيدا إطلالة 2002 يعني 2004 ماكسيموم بعطيها Old مع العقد كمان كتير كتير 2000 بزيادة هيدا بحس ما يدقت لرفيقتها لكن بعرس خيك أنت لابسها الفستان بعطيلي يعني عجز very old fashion يعني كتير حتى بالنص السنتور ورجعنا لأسة السنتور مع العقد رجعنا لأسة السنتور مع العقد لكن بس يكونوا مع بعض دفشي يعني مش مع بعض تقول no 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 big no هون رحنا على تارا عيمات أنا كتير بدي ركز على تارا ليش يعني تارا من أكتر إذا بدك الصبايا اللي موجودين هلأ على الصحة المصرية وعنجد هي كتير مختلفة عن كل باقي النجوم بطلطها بطولها she's a model عنجد هي منا model بس مسموح الفستان شو حلو يعني كتير حلو أول شي خليه بلش باللون خلينا بلش باللون statement بحض ذاته دونال بورجن دي ما بي بألمي ما كه بس رح قل لك هلأ شو الأسس اللي كان فيها تطلع أجمل أنا الوردة حبيتها وكتير لا بالعكس حبيتها لا تارا بس لأنه تارا ضعيفة من فوق بيسمح تبه في كتير ناس بيكرهوا الورود أنا اليوم نحن علينا سهولة أنه طالع كأنه نو يعني طالع وهذا شي شفنا كتير عن فالنتينو شفنا عن إلي صعب كمان بعدة فسطين بس أحقلك شو الأسس اللي كان تطلع أحلى شوف الصدر هلنا نقرب بسرعة الصدر رح أقربها بعد أكتر ياريت تكمل ياريت ما كان هالكت أوت كبيرة وياريت ما عطى إفا مايو بس على هيدا المنطقة كان فيه كون أحلى طلالة بكل الجونة وكمان ياريت اللقماش ما كان ملمع كم تعاليك أنه يبين بيتش دراسة أكتر حركة الصدر كتير صغيرة أول شي مسافة اللقماش كتير صغيرة بعدين كيف معمول أبليك ما ننح له يعني معمول بشكل أبليك يعني فقر الإطلالة من فواسس بيخد التنورة لحالة وبيخد الورد لحالة مع شعره والميك أب لأنه هي طويلة مسموحة إذا نحن علينا نحكي الإشعص الإيجيبية والقصص السلبية أنا أحبها لكن الفلو طبعه على الريد كاربت كتير حرو كمان هيدا كان طلع حلو بالتصوير يعني على مجال اللي كان طلع أحلى خليني نشوف لك شو حلو من فوق يعني إذا بيخد بس هالأد بس هالأد بس هالأد مش معقول أنا أحبها واللون غريب كتير 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 وشو البقلة ما بيلبقلة ميما كان أصلا هيدا الإطلالة هالأطلالة كمان رح أقل لك شغلة كتير غريبة كانت على المتابعين ولكن أنا كشخص بحب التجدد القواتيك ستايل مع اللازر لاحظت الجلد هون لأنه منهم لما طالعة تقيل يعني شقنا أم أبينح منحب الجلد أو ما منحب الجلد ولكن أطلالتها لعمرة كتير كتير أنا شخصيا كتير حبت أوكي والعقد التوكر كتير غوتك ستايل خلينا أقرب على العقد وفرجيكم أدي غوتك ستايل خلينا فرجيكم حركة الكتف أدي حلوي كمان ما بتلبها إلا لحدها مثل تارو أوكي يعني على أصد فينا نقول ما يلبك لتارا لا يلبك لغيري عن جد حتى البوني تيل اللي عملتها سايد بوني تيل مش بوني تيل لعبوا البوني تيل سايد بريد البريد اللي عملتها الجدول المعمولة على جنب كتير حلوة الآي لينر كيف يكون أجمل لك قدام وطي العين الآي لينر كيف يكون مرفوع لفوق كان بيطلق أحلى ولكن بتحسيها طالعة من ديزني هالبنت بتحسيها طالعة كتير كتير مولان على فوكهونتس لازم يعملو لها مسرحية أو أو بيلبقلة تكون جاسمين يعني بيلبقلة هذا العالم طبع ديزني كتير بيلبقلة وأنا حبيت إطلالتها على القليلة متميزة وعندها إيدانتي تانبنت عندها إيدانتي هويتها يعني عندها هوية لألة خاصة بتشبهها وشوف الظهر يعني النكلس مكمل لورا رح عرب شوي صورة تتشوفوا فكرتها لكي حلو حلو ماي التينيجر يتشبهوا بهيك نوع من الإطلالة يعني أنا حبيت اختيار I love it ويمكن أنا من أكيد أنه الفسطان جلد عفكرة بس الإفة اللي معمول جلد هون رحنا على غير kind of outfit رح أقليك كيف كانت الإطلالة بتطلع أجمل كانت أنا بالنسبة لإلي كان حلو تكون لابسة أو pant عالي نفس اللعلو تبعى الطنورة كان بيطلع بعض عصر أكتر لإله أو يكون شورت مايكون طنورة الشورت الطويل كان بيطلع أحلى على إجرية لأنه طارة كتير طويلة الطنورة ما حبيتها بار كونتر حبيت الجاكت حبيت الجاكت أنا حبيت كل شي كل شي لأنه it's your style it's your style لأنه أنا نفس الطول بتعرف أكيد وشوفي أنا شو طويل كمان بس بالإجمال طارة عمارد عم تشبه حالة على الرجل وبعدين بحب أنه ما عم تكون مادام يعني ما عم بتبين أكبر من عمره وبإلا تكفي هيك بهال بهال بحال يلا خلينا نكمل هون عم نشوف يسرى بكفتان شبتك شوي أنا حبيت إلهام شهين حبيت إلهام شهين أوكي ما رح أحكي شي قد تطلعت يعني عقل هالكفتان اللي لبسته أو الكفتان دراس أوكي رح ليك شعلي أنا يسرى بحب جرعتها وبحب أنه أوقات بتحب تروح على أصص أوروبية وسبقوا لبست شي بيشبه مش هو زيبتو لأن في كتير ناس قالوا عنه لبسته هي لبست من عن ستيفان رولان اللي هو تميز وإذا بتفوتوا عن ستيفان رولان عنده كولكشن كتير كبيرة مستوحات من الكفتان المغرب أوكي بس هيدا مش من عنده لستيفان أوكي بس نفس استيل نفس استيل بس اللي بيعملون ستيفان بعد يعني بعد مدروسين أكتر بياخدوا شكل الجسم أكتر حلو ومنه حلو ليه لأنه ببعض المحلات مبين بردية وببعض المحلات عاطي شكل حلو لجسمها ليسرى حسب الصورة حسب الصورة من ميلي طالة حلو من ميلي مش طالة حلو اختيار الكلتش الدهبة هالأدقوي درجة الدهبة الكلتش أكيد مكان لازل يكون لون الأحمر دمار عليها دمار شيء من كتير حلو مع لون بشارتك فكرتك ما حبيت لا مثلا أنا بهذه الصورة ما زعجني نحستي الكفتم عن جد شو غريب لأنه ما مبين مثل ما قالت لفتنه شيء ما مبين ملفوف هيك كبته عحل بعدين حبيت اختيار الحلق مع الأسوار شو هالسيدة الحلوة صح هي حدا كتير حلوة روحة تلبس حلو لكن هي بتضيفها كلها بتضيفها على القطع كلها من جوة ومن برا هالإطلالة ما لازم أبدا تلبسها لا على جونا ولا على مطعم ولا بالبيت ولا فوتو شوت ولا أي شيء خاصة اللي استفزنا كتير بهالإطلالة شوز شوز مش مقبول رحصة لا وعفكرة يسرق قليل ما تغلط يعني كتير لا مؤخرا كتير عم بتغلط كتير أنا مؤخرا ما عم تابع بس كتير أنا كتحب يسرق القليمة أكتر يعني وقتها في فترة كانت هي بعتقد إذا ماني غلطان براند أمباسادر لفالنتينو ماني أكيد لبسة فتة طويلة يمكن معلومات أو كفالي أو فالنتينو ما بعرف يمكن هلأ المتابعين بساعدوهم بس هالإطلالة نجيب تي شيرت مع لاجنج نحط لها فرنجز لحظوا لفرنجز هون ولحظوا لفرنجز عالإجر لا أهدا الشي يعني بتاعفي حسات متل حفلة آخر السنة وطي يطلبوا من أولادنا إنو أعطونا شي ومنصير نلزق لهم أصص عليهم نو هوني أبدا والشوز بقنو بقنو خلينا نتقل لصورتين مش إنو مساء بتقول بتطلع آه لا غريب كتير ما بعرف إذا خلصوا الصور اللي أنا عم بزيح ما عم بروح يمكن خلصوا الصور خلينا نشوف الفيديو طبعا الفستان الأحمر زعلت كتير من آخر لك لا يسرة بس بعد فيه أنا بعد فيه هلأ فيه في فيديو تاني خلينا هلأ منشوفه لاحظت إدي بالفيديو منو طالح أبدا عنجد قديش مهم نستشيرك هلأ أنا عم فكر مش ضروري أنا مش أنت بس يعني هلأ أنا متعصبة إلك أوكي هاي دي إطلالة كمان البونتالون أحلى من الطب فكرتهم مع بعض إنها تلبس بونتالون مع طب بس الطب كتير معجقة وتكون فيه عجقة مع دونتال مع بوينتية هالأد كبير هالأد رافلز إتس تو ماتش يعني يا ريد بدلت الطب بشي تاني البونتالون كتير حلو عليها وفتحة البانت كتير حلو عليها ريجاردس أكيد الشعرات اللي بدون ينتبهوا إنه بلقونا في كتير هواوة في كتير رتوبة لازم ينربطوا يعني شفنا أول هيك كم فنانة قطعوا معنا كانوا منتبهين يمكن لهيدا الموضوع أكتر وحدة كانت عم تنتبه يمكن سومية الخشاب وفيه كمان ميس حمدان ميسليم أختها برح أنا غلط بالأسامة أو أتقد ما منحكي أكيد لا بس أنا بدي أقول شغلة بما أنا خلص الصور أنا بدي أتحيي لكل الفنانين والفنانات عن جد إن كنا منعرفهم ولا ما منعرفهم على مجهود على الفرحة اللي زرعونا وإياها يعني على كل الإشياء اللي عم نمرق فيها بحاجة نكون عم عم نشوف هيك الحيات مكفية ومهرجانات هون مهيرة كمان حبيت فرجي فيديو هون يمكن غيرت فسطانة من بعد الفسطانة بس تفرجيك أدا هي عندها عندها إذا بدك رغبة للموضة وأدا متابعة وكتير كان لبق لها الفسطانة الدهبة بس ما ركزت عليه كتير وما نزلت صور أنا من الفسطين لحبيتك بس شحلوا الكتاف الكتاف والصدر ولون الذهب عليها كتير وأنا أكيد أنه هالفسطان مي بالحقيقة أجمل بكتير بالفيديو مش أعطي حقه بس نحن الخبراء منقدرنا أه أكيد الخبراء بحب بستوليها هيك على عواتف طب ما منورك عم سيلك خبيرة يعني كمان خبيرة وأديرة أديرة ومديرة وخبيرة بعد في فيديو باتريك رح نشوف بعض فيديو عم تقولي شادية في بعض الفيديو عم بتجهزوا سأليني سؤال زديني سؤال اي لا تقلق ليش لأن أنا لقونة تحديدا لأنه مؤخرا كتير كان عم بيكون في دايما في حدا بيتهاجم بشكل كتير كبير مين برأيك السنة والهام شهين اي بعتقد هي وكمان في مين اللي كان لابسة قط أنا ولا سنة دينا الشربيني لا مش دينا الشربيني كان كأنه راحة على بيسين على بيسين كذا مرة كان في عدة بس في لا واحدة ما نحفزتها مش دينا أنه القط أسود قط من أجر يعني مقصوص على الأجر لا 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 كان نجلة بدر اللي كانت لابسة فستان أسود وهون كان ملزق شي على الصدر اي 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 اكيد لأنه هي هلأ هي كمان ما عرفت حجم إذا بدك فستانة ده هو مش زابط إلا بالصور أوقات الصور عن جد كتير بتفضح والفيديو أكتر وأكتر وأوقات يمكن في حدا بيلعب لك بعقلك بيقول لك أنت روح عملي خد الدنيا عملي سكاندل أوكي في كمان شازا حسون ما بدنا ننسى فيه كان كل سنة ذكرت اسمه شو رانيا يوسف قبل قبل كانت كل سنة لمعترة أنا عجد يجعني قلبي علي أنه شو قلكن مع مننتقد نحن وياك أكيد صح صح أنت وغيرك من بس ما لازم نجرح هالأرض نجرح عن شد منقول أنه كان أحسن تعمل هيك يا ريت عملت هيك طالع كتير مدوة وفي كتير شك ما منه بيحمل هالأرض بس أنت ولا نهار بتجرح أنت بتحب وأصلا على علاقة كتير جادة مع كل فنيني صح وعم أنت الهدف النصيحة كانت عم تتهجم دايما هي سنة اللي انتبعت له مع أني ما تبعت من الأول يعني كتير بس أنه مقصمين يعني البهدل مقصمين مقصمين عن كذا شخص صح صح أنه أحدوا عننا شخص حلوا عن رانيا زبديك عن جزء فكوا مثل ما أقول باللبناني فكوا عن رانيا لأنه هي كمان ما بقى تسترجع لأنه هي عجبتها اللعبة بالأول هي بيناتنا عجبتها اللعبة بالأول أنه خليني يحكوا عني وصارت مثل كأنه أصلا تستفز أصلا ومتل ما بقولوا بس مش بالموضة مش بالموضة مش بالموضة لأنه الإطلالة السيئة بتحفر تحفر بتحفر تعالما نفس الفستان شفناه على نيكول شيرزنجر اللي بتغني مع بعضها بالفضلة اسمها غلط هلأ فيكم تعالوا ما بأسر اللي هي بتكون بجري عادة وكان كتير حلو عليها ولكن البطاني خربت الدنيا كلها خلينا نشوف أخر فيديو قبل ما يضهمنا الوقت أوكي ما عم بيمشى الحال كان بدأ أحكي بدون ما نشوف الفيديو كان بدأ أحكي عن إطلالة يسرى بالفستان الأبيض بما أنه يسرى رح أكيد أنتم شفتوه فيكن تفوتو على الإنستغرام الفستان كمان الأبي طبعه عالي والكت طبعه كتير ضيئة كانت من هون برزت لك تفا بشكل أنا ما حبيته بعدين هالفستان اللي كله خرز ما ضروري بي يعني بخامس وسادس وسابع يوم نروح على إطلالات فيها كتير عجقة وكتير هالأوبنينج أوكي صح هالأوبنينج وعلى الفيتام على الكلوجر بعدين بطانة الفستان دايما إلى كتير تأثير لو هي بطول الفستان ولكن إذا كانت عم بتلمع وما كانت تقيلة هذا اللي بيتميز فيه إليس صحب وزهار امراد دايما بيرجزه على البطانة أكتر من على لأنه البطانة هي الأساس هي البعض هي الأرضية بده يقعد عليها الفستان الأرضية طبع الفستان بقى انتبهوا أنه وقت يمكن فستان من برة يكون في كتير شغل حلو شك كتير حلو ولكن البطانة بتنزع الدنيا كل أوقات بعد في عنا شي صور ما عنا بقى خلصوا كلون بدي وضعك بعد معنا هيك كلمة أخيرة نرجوها لكل المتابعين اللي عم بشوفونا باتريك أما ترح الطلم رح تغيب عنا لا لا أنا مفروض السبب بعد عندي حلقة نحكي عن الختام رح نحكي عن آخر يومين خلينا نقول إن شاء الله يكون فيه إطلالات حلوية أنا بعرف أنه مايجي بغسل موجودة هونيك ناطر الصور على أحر من الجامعة إن شاء الله تعمل الفي حلو مثل اللي عملته بالميراكس لون لأنه عن جد مع بورج وزي سوبر نشحة طيما أنا عفكرة عم بتدليها معهم لأنه صح صح منحبه كتير ومنقلة إن شاء الله هيك وحابب كمان إذا الفنانات بعد يعني عندهم مجال يعيدوا النظر بفسطينهم لآخر نهار لأنه آخر نهار بنفس أهمية طبعا الافتتاح والختام شكرا كتير ميسي كتير ميسي شكرا لك شكرا لك مش مثل الختام لأنه بكون هيك قلبي خنزلتيني قلبي عم بيشلع أنا مباقر قلبي مفتاح كتير مش تقتلق شكرا لك مش عم تسائب كن وقتنا على بعض ومبسطت أنه بهيك مناسبة هالأد مهمة كنا سوا على أمل دايما الناس كمانا يعني تكون شاهدة على قديش أنت غير عن غيرك يعني أنا كتير بستمتع أنه بكون معك ما بحس أنه ولا نهار معقول كون عم بسمعك عم بتجرح أو عم بتهين حدا صح لأنه مش هلأ من نكت أوقات ما أكيد لأ من نكت هذا مصنوع أكيد يعني حلو هيك السنس دايما يكون موجود الواحد ببين هو شو وببين أنه شغلته وعارف شو عم بيحكي ودارس شو عم بيحكي ومحضر وتعبان ومجتهد تانكيو كتير تانكيو لألك مي مرسي كتير على الحكي الحلو من قلبي وأجان أجان بطلب من المتابعين دايما يحضروا كل الحلقات لأنه هي موجودة على قناة أوتي في وعلى قناة باتريك على يوتيوب الخاص فيك تانكيو مشاهدينا أنا باسكال ميراي اليو سحر من ودعكم بكرا ملاقيكم بتمام ساعة مانة ونصبا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة